موسيقى مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا فيكم بحل أجديد من برنامج إذا تنفس هل أنت حر بإحتقار التلفزيونات؟ نعم بين مزدوجين هل أنت حر في إحتقار التلفزيونات وإزدراء التلفزيونات الموجودة عندك بالبيت؟ طبعا سؤال بيطرح نفسه بشهر رمضان الكريم مع هجمة المسلسلات مسلسلات ومسابقات ومدخلات من هون وهون وأيضا الكثير والكثير من المواد اللي عم تدخل على عقولنا وعلى عقول ولادنا هل أنت حر بإزدراء التلفزيونات؟ سؤال عم بعيد الأمور إلى أصلة وفصلة وسألت حالي هل أنت حرة باختيار الأشياء اللي بدك تشاهديها من صور وهل بتقدر تحددي وتضبطي كل شي بيدخل على عقل ابنك من مشاهد أو صور من إعلانات من مسلسلات يوتيوب وتلفونات؟ هو هذا المعظم والمبجل واللي منحطه بأعلى مكان بالغرفة أو بالصالون هو الأستاذ التلفزيون للصراحة والأمانة ما حيتوقف ولادنا عن متابعة المسلسلات وعن إلاء الاهتمام بهذه الأدوات والتلفونات إلا إذا نحن فعلياً توقفنا عن معاملة هذا الجهاز الصغير التلفون أو الموبايل بهذا التبجيل والتأدير كيف يعني؟ لاحظوا أنه نحن وينما منروح بيكون التلفون معنا؟ منفوت على الحمام التلفون معنا؟ منروح على الصالون التلفون معنا؟ منفوت على هرفة النوم التلفون معنا؟ لازم التليفون يكون دائماً على مسافة مسافة صفر مننا فقديش فعلاً هاي دي المسافة عم بيشاهدوها وعم بيلاحظوها أولادنا عم بيلاحظوا قديش هالتليفون شي كتير مهم بالنسبة لبابا وبالنسبة لماما فعم تتخيلوا معي إنه كيف ولد بده يقتنع بإنه التليفون منه مهم لما أمه بتقوله شيل من إيدك التليفون أو شيل من إيدك التاب كيف بده يقتنع إنه التليفون منه مهم إذا هي الأم اصلا ما احتقرت التليفون او ازدارته او حطته بمكان بعيد غير مرئي يعني ما انه ما شايفينه اليوم قديش مهم انه نحن فعلا نحط تليفونيتنا بمكان بعيد ما يكون دايما تحت الانظار ما نكون دايما عم وكأنه نحن اللي عم نرائب التليفون وعم نلحقه وعم نبجله ونعظمه لانه هاي دي كلها ياتا بتاعكم الصورة قديش التليفون فعلا مهم بحياتنا وبالتالي مستحيل انه نخاطب ولادنا ونقلن شيلوا التليفونات من ايدكن ونحن عطول التليفون مرافقنا وين مكان بيقولوا ازا صار فيه طوفان ببيتك فاروح وسكر الحنفية من الاساس لانه قد ما حاولت انك تفضل المي الموجودة بقلب البيت او بقلب الغرفة حيضل مصدر المياه الموجود عم بغزة هاي دي القوضة والقوضة عم تنتلي بالماء فبالتالي حتى تقدر توقف الطوفان بدك توقف السبب الرئيسي وتقطع السبب الرئيسي ليش عم بحكيها الحكي؟ لانه اليوم حتى نقدر نحن نضبط عملية التليفونات بدنا نحن نكون اصلا او عملية حتى مشاهدة التليفزيونات بدنا نكون نحن اصلا عم نزدري هذا الجهاز او هالشاشة وايضا عم نضبط عملية المدخلات اللي عم بتفوت على عقول ابنائنا يعني اليوم اذا بدنا نعدن عنا التليفزيون مدخل واليوتيوب مدخل والتليفون الشخصي مدخل كل هيدولة عم بيكونوا مداخل هذا طبعا غير اصدقاء المدرسة اللي كل واحد منهم عنده تليفون وتاب وا 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 فبتالي كل واحد منهم عم بيشكل مدخل الى عقل الولد لصراحة ببعض الاحيان المسألة اللي بده ضبط عبر انه فعلا نحن نلغي الشاشات ونلغي التلفزيونات منشان هيك السؤال اليوم كتير صعب هل انت حر انك تقول ما بدي تلفزيون ببيتي هل انت حرة انك تقولي انه ما بدي تلفزيون ببيتي بينما كل الرفقة والاصدقاء والاهل والجيران عندهم تلفزيونات هذا طبعا اذا ما كان عندهم تلفزيون واثنين وثلاثة تلفزيون بالسالون تلفزيون بالمطبخ تلفزيون بالحمام يعني التلفزيونات موجودة بكل مكان بغرف النوم كل واحد عنده مقابل كل شخص في تلفزيون خاص لأله فالسؤال هل نحن فعلا احرار بانه نتخلى عن التلفزيونات هل فيني انا اقول اليوم انه انا بدي ربي ابني عكس التيار وبيدي ما بدي اي متخل يفوت على راسه هل انا اليوم ما بدي اي متخل يفوت على عقله هل اليوم انا حر باني فعلا اخد قرار جريء ويلغي التلفزيونات من بيتي قديش فعلا اليوم لغاء التلفزيون من البيت عملية جريئة وبتكلف لانه هنكون احنا الوحيدين اللي عم نمشي عكس التيار طبعا الموضوع منه سهل والموضوع يمكن اللي بيشوفه بيقول انه ما كل العالم عنده تلفزيونات طبعا وقفت علينا هي اكيد ما وقفت علينا ولكن وقفت علي ولادنا اليوم مش سهل انك تضلك 24 ساعة قاعد مع ابنك لتضبط هالعملية وانه نيجي نحكي عن موضوع التربية الذاتية ويقول لا من نفسه اكيد ولكن هيدا قديش بده وقت طب بهيدا الوقت اللي نحنا عم نزرع فيه هيدا الرقابة الذاتية ما بنا نكون عم نمنع اشياء تانية كمان او ما حقول عم نمنع اقل شي عم نخفف هيدا المدخلات طب هيدا التخفيف لما بيكون فيه اربع تليفزيونات بالبيت لما بيكون الست والجد عم يحضروا مسلسلات قدام الولد والاخوة اليوم لما بتروح زيارة بيحطولو بيحطولو تاع حبيبي تاع نحط لك فيلم بتروح يمكن زيارة عند اصدقاء بيقولو تاع حبيبي نحط لك مسلسل فقديش عم بيكون فعلا عملية الضبط اليوم صعبة فهو الموضوع زي الواحد فعلا بيتفكر وبيحلل وبيشوف قديش عم بيفوت اشياء على عقول ولادنا حياخد قرار وحيحس انه الموضوع لأ بده وقفة جدية وما حيستخف ويقول امل كل هيك لأ لانه فعلا حيحس قديش هيدا الموضوع صعب لانه الطفل عم بتفوت كم كبير مش من جهة وحدة من اكتر من جهة عم بيفوت هالكم الكبير من المدخلات على عقله طب اليوم شو الحل لحتى الواحد يحد او يخفف من هيدا المدخلات اللي عم يتلقاها الولد من كل حد وصوب وبالتالي عم بتكون مش لحالة الام عم بتربي او الاب ولكن اللي عم بيربي كمان هو التلفزيون والتاب واليوتيوب وكل هيدا المدخلات اللي عم تشوش عقل وفكر الطفل اليوم الحل لنا بعملية الضبط قدر المستطاع وتخفيف هيدا المواد وايضا كمان عملية الضبط عم بتكون عبر تربية الوعي على اي مادة عم بتفوت يعني اليوم بتذكر كتير منيح انا لما كنت مع حمزة وكنت عم بتعمد اني اعرض بعض المواد لحتى ناقشه فيها وشكل الوعي عنده وقدرة النقد والتحليل والربط وكنت حاول يعني فعلا استفيد واستغل كل موقف ومشهد الأحرى عم بيمر قدامنا لانه بتعرفوا احنا ما فينا نضبط مرات الا ما هيك يعني يمر مشهد مش رضيانين عنه ولكن ممكن نستفيد منه ونستثمره تربويا لحتى نخلي الولد يكون عنده فكر ناقد ومش كل شي يشوفه يستقبله بعقله فشرحت لحمزة بيومتنا عن عملية مبسطة بتصير بأدماغتنا وكيف بتستقبل هيدا المدخلات وكيف بيتلقى الدماغ كل شي بتشاهده العين وشبهت الدماغ جبت هيك مثل جات كبير وعاء وبلشت زد فيه صور احيانا اوراق مكتوب عليها بعض المدخلات السيئة اللي ما بدي انه طبعا تتحول لمدخل حقيقي ولكن حتى ورجيه لحمزة انه قديش عم بيفوت على عقلك اليوم وعمصير فيه تراكم بهذه المدخلات وكيف لازم نحن نقى الامور اللي بتدخل على عقلنا وننطقي ايضا ما لا ندخله على عقلنا لانه نحن اصحاب القراء ايضا من الحلول لضبط والتحكم بالمدخلات هي البدائل اليوم شوفي بديل قدام الطفل غير التليفزيون غير التاب وغير اليوتيوب البديل عم يكون صعب لانه بده وقت وجهد وبده انه الاهل يكونوا موجودين وطبعا في عمر معين الولد بده مشاركة كتير قوية من الاهل فليش ما بيكون مثلا قراءة قصص من قصص القرآن اللي فيها الكثير والكثير من الخيال والصور بينربط فيها هذا الطفل بالوحي بينربط فيها بالقرآن وبالتالي بيصير فيه طيارين عكس بعض بالعقل يعني هذا الطيار تبع المدخلات السلبية اللي بالمقابل فيه طيار تاني عم بيحاربوا اللي هو طيار الوحي وطيار الكرآن الكريم واذا بتنتبهوا هوني مستمعين انا قلت قصص القرآن لانه الصورة للأسف اللي عم تكون موجودة بالقصص عم تختزل التجربة عم تختزل كل القرآن بمجرد صورة او كل قصص القرآن بصورة وحدة يعني اليوم الولد شو بتذكر من القصة بتذكر الصورة بس ولكن لو حكيناه ونحنا منقول او بالأحرى منتدعي انه هو ما بيفهم اذا ارينا بس او بيزهق بدون ما يشوف صور مين قال الولد بيتعود انه يقرأ من كتب الكبار من كتب قصص القرآن اللي بيقروا الكبار حتى لو ما موجود فيه ولا صورة لانه هو بخياله موجود كل الصور اللي هي اكبر واوسع من اي صورة ممكن انه تختزل قصة من قصص القرآن فاليوم هذا الطفل اللي عم بيشوف هايدي الصورة او بالأحرى اللي عم ينترك خياله يسرح ويمرح بيقى الصور هو اللي عم بيكون عنده الخيال غير محدود بصورة او حتى بمشهد وفي عالم الكبار وعالم صفحات الفيسبوك والشاشة والتليفزيونات والصور وايضا يعني غير طبعا عن برامج التحديات والمواهب ده اذا فيه مواهب وضخامة التكلفة والستوديو وكل هايدي الصور اللي عم تدخل على عقول اولادنا لابد من انه نحن ندير الموضوع هني ما بيعرفوا نحن المسؤولين بالمتابعة لحتى نصنع هيدا الانسان الحر اللي بتبدأ حريته من حيث يختار ما يشاهد ويختار من صور وفي الختام مستمعين الكرام اذا تنفس حرية الانتقاء وضبط المدخلات كان مستعدا لمحيطه مستقبلا لما يزكي نفسه ومطمئنا انه على الحق لكن نحن كأهل هل نتمتع بهذه الحرية لننشئ جيل حر ام اننا تغافلنا عن عظم دورنا في الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرعاية تبدأ من هنا مما تشاهده العين فتنفس بدون صور دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة